وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يفرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظلون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليستروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كتب سيئته وأحاطت فيه خضيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا من ساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين يحسانا وبالوالدين يحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تفسكون جماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تسهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خسي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أسف العذاب فما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يقفق عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا ريسى بن مريم البينات وأيبناه بروحي خدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم إذا تكبرتم ففريقا كربتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا مما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله محذق لما معهم وكانوا من قبل يستفحون على الذين كفروا فلما جاءهم مما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما استعوا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله أن ينزل الله من قصله على من يشاء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أقضنا ميساقكم ورفعنا فوقكم الصور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعطينا وأسربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرق الناس على حياة ومن الذين أشرقوا يوجد أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبترى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكثر بها إلا الفاتقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تسل السياقين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن السياقين كفروا يعلمون من ما فالسحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروس وماروس وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تذكر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار نبي من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما تروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولل متركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يخطف برحمته من يشاء والله ذو القضل العظيم ما ننفح من آيتي أو ذنفها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أنهم الله على كل سيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من وليه ولا نطير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل تواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفرارا حسدا ومن العلم بأنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا وفقوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بخير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان مودا أو نصارا تلك آمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم فارقين بلى من أسلم وجهه لله وهو مخفل فله أجره عند ربه ولا قوف عليهم ولا هم يحسنون وقالت اليهود ليس في النصار على شيء وهم يسلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحفظ بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر في هسله وزعى في طرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزيون ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المسرق والمغرب فأجلما تولوا فزم وبه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون مزيع السماوات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له يكون فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كتابت قلوبهم قد بينا الآيات لقومهم يؤمنون إنا أرسلناك بالحق بسيرا ونظيرا ولا تسأل عن أصحاب الجهين ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبع تهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا لطير الذين آتيناهم الكتاب يسلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إطرائي لذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها تفاعة ولا هم ينفرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهم قال إن جعلك من الناس إماما قال ومن ذر يسيق قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واستخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والرفع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال ومن كفر قومتعه قليلا ثم أفضره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القوائد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وسب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعد فيهم رسولا منهم يسلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يضغب عن من التي ذراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطقيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووفى بها الجراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتوا لهم إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بحدي قالوا نعبد إله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المسركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسفاق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون للرب لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في فقاق فسيكفهم الله وهو السميع العليم صدقة الله ومن أحسن من الله صدقة الله